وبجد انا كنت سعيد النهاردة بك انا عايز اقول لك حاجة الاول انا عايز اتوجه للشكر طبعا للمؤسسة العادكرية بالكامل وبالاخص اقدر تشقول معنوية اللي هو ياسر الاسريجي اللي هو المحترم لان النادوة دي يخلي بالك انت عارف بعلاقتك بي انا بقول مست بشتغل دي السنة الحداشر تسويق حكومي او تابع لقدر تشقول معنوية ايه فاكبر ندوة بالنسبة لنا هي نصر اكتوبر طبعا طبعا اللي بحلم ان انا طول عمري ان انا خرج فجات لي الفرصة بصراحة ما نمتش بقى لي 15 يوم ايه اللي هنقدمه عشان خاطر ندوة اكتوبر ندوة تسقطية وفي نفس الوقت يكون نوعا ما مختلف لان خلي بالك بادارة الشؤون معنوية بتشتغل على قدم الوساق احنا كمخرجين بنيجي وهم مخلصين الشغل يعني ما شاء الله عليهم القصص بتاعة الابطال والفقرات كلها والافرع كلها ستتعاون على الندوة التثقفية بشكل متماعي جدا وانت قادر الناس في الموضوع ده بس النهاردة يمكن اللي كان مختلف حاجة حاجة لمستني جدا ودي بشكر فيها طبعا سيادة الرئيس وورانا من العقيدة العسكرية نقاء في المشاعر صح يعني اللي حصل النهاردة انا بقولك انا كنت في الكنترول مفيش واحد فينا ما اشعرش يعني الموقف اللي حصل ده من القادة بتوعية 130 صاعقة في فقرة ابطال من دهب لمسنا كلنا لانه كان صادق جدا 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 وفي نفس الوقت انا لما الاول حاجة اللي راتشوا بمعنى هو خلصنا الفيلم طبعا وهم عملوا فيلم على اعلى مستوى قلت لهم انا عايزة اصور الابطال دول طورة فوتوغرافية ونحييهم وبالتالي فعلا صورناهم لان الناس دي فعلا النهاردة شفنا معاني كتير جدا وسيادة الرئيس بيبطلهم وبيقدوا التحيال بعد خلي بقى ده خنخارج برا نمط الحفلة خالص صحيح صحيح وكل الناس لحظت ده لح لح كان موضوع فوق الخلف انا فعلا بتواجهله بالسبب انك بتربي معاني جديدة الاجيال الجديدة بتشوفها وفي نفس الوقت بتعلم منها رسائل بتعلم ان انا احترم الكبير ومجد رموزي يعني لازم نبتدي نمجد الرموز اللي عندنا بعيدا عن الفقرات خلي بالك مصر مليانة بالمحتوى ولو قعدنا كل ندوة نعمل هنلاقي افكار حلوة بس المعاني اللي كانت في النادوة والربط اللي حصل الحمد لله الفريق كله من داخل الادارة ومن الفريق بتاعي لما تعاولنا حسيت انك ركب تايم ماشين شوية وده اللي انا كنت باجي دايما اقولك فوست النادوة ايه هيا يوسف هيا فعلا بس حقيقي 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 النادوة السنة دي كانت اكتر من جميلة ده بجد يعني ده حقيقي وعيد اشكر الناس بالاخص تاعبوا معنا جامد جدا هشام جمال طبعا الاغنية الجميلة اللي عملها للشرين هو ومادي وطبعا فنانة الشرين فنانة كبيرة وتعبتها معايا جدا جدا هي وكل الفنانين مش عايز انت حد وستاذ هبة مجدي وستاذ احمد فؤاد سليم طبعا العظيم طبعا استاذ احمد عبد العزيز اللي رفع تقفة محاطي فنانة عايز اخد الفقرة دي بحتة تانية وستاذ كمالة بورية وستاذ سميرة مش عايز انت حد طبعا بس الناس كلها كانت شغالة بحب مستميل